في الملف اليمني نشرت البحرية الأمريكية فيديو لأسلحة مهربة تمت مصادرتها على متن قاربين شراعيين في خليج عدن يتجاوز عددها الألف قطعة من جانبه قال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء روكون خارد القملي إن قوات الشرعية تسلمت من البحرية الأمريكية ثلاثة مهربين كانوا على متن قارب تهريب الأسلحة والتي أغلبها من نوع الكلاشنيكوف توقيف هذين القاربين أعاد للسطح ملف تهريب السلاح للميليشيات في اليمن رغم الحظر الأممي وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن المدمرة يو اس اس جيسون دانم صادرت أكثر من ألف قطعة سلاح على متن قاربين شراعيين في خليج عدن وهي منطقة تنشط فيها عملية تهريب البيان الأمريكي لم يوجه اتهامات صريحة للحوثيين وإيران بالتورط في عملية التهريب هذه لكن الولايات المتحدة كانت في السابق وجهت اتهامات صريحة لإيران بتهريب أسلحة للحوثيين وذلك بعد ضبط ثلاث شحنات من الأسلحة في نفس المنطقة عام 2016 السفينة يو اس اس جيسون دانم أوقف الثلاثة مهربين على متن القاربين الشراعيين وتم تسليمهم للسلطات الشرعية في اليمن الحكومة اليمنية لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام في هذه العملية إلى إيران الداعم الأكبر لميليشيات الحوثي الانقلابية كما تقول السلطات مصلحة خفر السواحل اليمنية قالت إن القارب كان يقل مئات من قطع السلاح وأغلبها رشاشات من طراز كلاشينكوف اي كي 47 بيان خفر السواحل اليمني أشار إلى أن عملية توقيف القاربين تمت على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرق قطاع خليج عدن وأن الأسلحة كانت مرسلة من إيران للحوثيين عبر دولة إفريقية لم يسمها وفي طريقها إلى سواحل الحديدة وبحسب البيان الأمريكي فإن المدمر الأمريكية لا تزال تحتفظ بالأسلحة المصادرة ميس الحرب العربية سياسيا قال المندوب